النهار ده الروح كلنا لمنطقة كانت أفضل منطقة بالنسبة للصحابة وبالنسبة لكل اللي شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر اللي كان بيظهر لنا من خلاله جمال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي كان بيخلي أي حد يشوفه يحبه بل إنه كان بيهيم في حبه لأنه عليه الصلاة والسلام آتاه الله تبارك وتعالى بهاء وجمالا وجلالا ونورا في هيئته الشريفة وفي ملبسه الشريف ورغم كل ده رغم إن ربنا سبحانه وتعالى أكرم سيدنا رسول الله بهذه الكرامات العظيمة وهذه الخصائص والمنح الجميلة إلا إنه كان بيعتني جدا بنظافة مظهره الخارجي بنظافة ثيابه نظافة بدنه نظافة أسنانه نظافة بيته نظافة مسجده كل ده كان بيعمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رغم إنه سيدنا أنس بن مالك كان يقول ما شممت عنبرا ولا مسكا ولا رائحة أطيب من ريح رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ربنا سبحانه وتعالى خص سيدنا رسول الله إن العرق الذي كان ينزل منه صلى الله عليه وسلم كان أطيب من ريح المسك فمرة نام عند أنس بن مالك في البيت فجاءت أم سيدنا أنس فجعلت تمسحه بقطنة العرق الذي ينزل من جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيدنا النبي انتبه فجأة فشفها إن هي بتاخد بالقطنة دي العرق بتاعه وتضعه في قرورة إناء كده على جنب فتعجبوا سألها انت بتعملي كده ليه قالت يا رسول الله إننا نأخذ هذا العرق ونضعه مع الطيب فيكون أطيب الطيب يا سلام يعني كأنها بتقوله إن احنا بناخد العرق الشريف ده علشان هو يبقى أطيب الطيب ويطيب الطيب ومع كل ده إنه سيدنا رسول الله كان العرق بتاعه رباني كده طيب الرائحة وكانت رائحة أطيب من ريح المسك للدرجة اللي تخلي الصحابة يقوله إن احنا كنا بنعرف الشارع اللي يعد منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يعدي بفترة كبيرة كنا نعرف إزاي إن احنا نشم ريحة جميلة فنقول ده سيدنا النبي عد من هنا علشان الرائحة الجميلة لما كان يضع يده الشريف على رأس طفل من الأطفال كانت تظل رائحة يده الشريفة معلمة ومؤثرة على رأس الطفل بعد ما يسيبها عنه بساعات وربما كمان لمدة أيام الحاجة الربانية لربنا سبحانه وتعالى أكرم بيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلته يقول للأمة بتاعته خلي بالكم كويس إن احنا أمة بتحب الجمال أمة بتحب النظافة فقال عليه الصلاة والسلام إن الله نظيف يحب النظافة وإحنا عندنا في عبارة مشهورة حفظينها كلنا يقول لك إيه النظافة من الإيمان النظافة من الإيمان دي ما هياش حديث ولا آية قرآنية لكنها عبارة معبرة تمام التعبير عن الدين بتاعنا وعن الأخلاق والقيم واللمحات اللي كان عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نخش وحدة وحدة كده وإحنا ماشيين ونشوف سيدنا رسول الله اللي ربنا طيب عرقه وطيب رائحته إزاي رغم كل ده كان حريص على إنه يكون في أجمل مشهد وأحسن صورة وأجمل مشهد ممكن يشوفه أي حد ليه سواء في لبسه سواء في هيئته سواء في مشيته البهاء والجلال والنور والحاجة العظيمة اللي كان عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنظافة البدن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان بيقول بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده يعني إيه فاكرين زمان وإحنا في المدرسة كان الكتاب اللي إحنا بندرس فيه سواء كان كتاب قراءة ولا حساب ولا أي كتاب مكتوب عليه عبارة جميلة جدا من وراء كده يقول لك إيه اغسل يديك قبل الأكل وبعده أهو اغسل يديك قبل الأكل وبعده ده هو معنى كلام النبي نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده الوضوء هنا مش معناه إن إحنا نتوضى الوضوء بتاع الصلاة لا الوضوء هنا معناه غسل اليدين شوف النظافة اللي كان عليها سيدنا رسول الله واللي بيأمر بيها سيدنا رسول الله أتباعه وأحبابه وأمته عشان نترب عليها ونعملها وعشان نربي عليها أولادنا إيه كمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعتني جدا إنه يلبس أحسن حاجة وأجمل حاجة وأشيك حاجة فحياته على طول وكمان خصوصا لما ييجي يوم العيد فهو كان بيعمل كد وكان بيؤمرنا بكد فيقولك كان في يوم العيد يلبس عليه الصلاة والسلام أحسن ثيابه وأفضل ثيابه مع إنه هو في العموم كان حسن السمت وكان حسن الزي وكان حسن الهيئة وهكذا كان أنبياء الله عليهم الصلاة ويتموا السلام ليه؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده يعني خليك كده حاجة حلوة وخليك كده مهتم بمنظرك وخليك كده إنسان شيك شيك وجميل تلبس اللبس الكويس المتناسق مش معنى إنك أنت تعمل كده إنك يعني تكلف نفسك ما لا تطيق لا على أدك وعلى أد إمكانياتك وعلى أد ما ربنا سبحانه وتعالى أعطاك ورزأك وإداك تهتم بنفسك وهتهتم بمظهرك وهتهتم بجمالك ولبسك وشيكتك وتعرف إنه ده كان من صميم تعاليم وإرشادات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم